أتكلم بتفاصيل أكتر روحي لأستاذ عصام شلتوت من الغرداء طبعا رئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع أستاذ عصام أهلا بيك أهلا بحضرتك وكل مشاهدي مصر وقناة النادي الأهلي طبعا أهلا بحضرتك عايزين نتكلم عن الاستعدادات النهائية لحفل اليوم التطورات ايه عند حضرتك كله تمام البساط والعربيات بطلق للمدوين بشياكة ونظام تستحق ومصر العظيمة ومدينة الغرداء وكل ده بأيدي مصرية الحقيقة شركتنا الوطنية استادات وتلفزيون ناقل من الدولة تايم سبورت وأيضا رجل السياحة باستر كامل أبو علي حاجة شرة في الحقيقة كل شيء بيتم الدقة فعلا يعني ما ينفعش أقول أجانب لأن احنا مش هقل من حد أمير طبعا طبعا وبالتالي كل شيء في مكانه نجوم العالم بيتوافده الجديد أنه كل هذه الوفادات يعني كانت على قين أن يبقى لها مكان في الحد عكس مثلا حفلات في ملدان أخرى لم يصل العدد بالأرقام يعني لأقل من 30% من الموجودين هنا حتى في ظل يعني الشهرة وكذا والفائدين من نجوم كبار يكفي أن أرسن فنجر طلب يزور المحميات بما يشير أنه عارف مصر قبل ما يوصل لها وبالتالي يعني نجوم كسر الحقيقة يعني حاجة تشرب وحاجة تقول أن احنا قدام إيفنت مهم إيفنت فعلا يليك بمصر الجديدة يليك بمصر اللي خدت كأس التنظيم في الكامل 20-19 لو أنت فاكر هذا الزخم من ما أصلك عليه السيد إمفنتينو يعني منبيال مش بطولة أفريقيا ساعات يعني أو ساعتين تحديدا بيبدأ احتفال على سواحل البحر الأحمر التكريم الأفضل في أفريقيا من نجوم العالم في مباراة للأساطير كمان النهاردة هناك فساء العشيز صح يا سيد عصام آه طبعا لكن ما إياش طبعا يعني المنافسة بقى كانوا بقولوا البعض حتى بدح إن الماتشاب ونتيجة اللي كان عند بسفح الأهرام وإن النهاردة يعني كده فك عضلات ده الأهم يعني ساعات النهاردة طيب عايز أتكلم معك بخصوص محمد صلاح يا سيد عصام أكيد حرارك لك وجهة نظر في الكسة دي ومعلوماتك بالتحديد هل محمد صلاح في علم مش جاي ولا ممكن نلاقيه في الآخر إن محمد صلاح جايه ورأيك إيه في الكسة دي لا يعني الحقيقة مفاجأة يعني نصح التعبير إن دايما كلمة مفاجأة الناس بتحب تقولها عن حاجة كويسة لكن مفاجأة لم نكن نتمنى يعني إن مو صلاح يا زيف أي ما تكون الأسباب يعني لن نذهب بعيد وصراع شركات أو ما شبه ذلك لأنه الناس في بلدك يا مو صلاح وزي ما إحنا فخورين بيك قرتك بخورة بيك السادو ماليه نفسه في ذكار عاصمة بلاده قال للناس ما هي بتسقف له لما رأس حتى مع صلاح ساوزا وطربا جفوزه لا تشجعوني شجعوا ابن القرى مو صلاح يعني لا أدري كيف يعني غاب الليلة الحقيقة صعبة أوي على النفس يعني لكن خلاص مؤكد إنه هو مش جاي مؤكد لأنه يعني أسترمش وسيلة مواصلات عدية عشان نلاقي يعني المحطة الجاية حتى نزلها قدير طيب داشي برضو للأسف يعني كنا نتمنى حضور محمد صلاح لكن خلاص هي كده الجايزة الأساديو مانية وده يعني الأخبار اللي خارجة بتقول كده يا صلاح وأنا قلت يعني مع عمر ربيع سين إنه ده برضو الخبر الذي لا تحب أن تفوز به أو الصبقة الذي لم أكن هتمناه يوم السبب الماضي في قناة الأهدي أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ عصام شلطو تناقض الرياضي الكبير كان معانا على الهاتف من مدينة الغرداء والسعادات أو ما قبل السعادات الأخيرة وكواليس حفل اليوم حفل توزيع جوائز الاتحاد الأفريكي لأفضل لاعب في العام